ميليشيا الإرهاب الحوثية تنكس أعلام الجمهورية اليمنية لا تعبيراً عن حداد على شخصية وطنية بل تأكيداً على حقيقة الهوى الإيراني والهوية الخمينية فمن كانوا يطاردون حاملة أعلام الجمهورية اليمنية الذين رفعوها احتفاءاً بالثورة السبتمبرية وتأكيداً على هويتهم اليمنية لم يجدوا للعالم اليمني مكاناً بعد رسمه على العصي الغليظة سوى تنكيسه حداداً على من هدد باقتحام العاصمة السبائية الإعلان الميليشاوي الحوثي عن تنكيس العالم اليمني حداداً على مقتل زعيم الحزب الإيراني اللبناني وبمقدار ما يؤكد التبعية الحوثية لإيران فإنه تأكيد جديد على الانسلاخ الفعلي عن الهوية اليمنية فمن لطخ العاصمة صنعاء بصور المجرم الهالك قاسم سليماني ويريدون بأموال اليمنيين المنهوبة أن يلطخوها بصور الهالك زعيم حزب إيران اللبناني لا يرفضون فقط أن ترفع صور الرموز الوطنية من أمثال الزبيري وعلي عبد المغني والموشكي والقردعي بل يريدون بخطوات متدرجة كخطوات الشيطان أن يحولوا الرموز اليمانية إلى قتلة لمن يسمونه بزعمهم الشهيد الإمام وأن يرفعوا بدلاً عنهم كأبطال أعلام صور مجرمي إيران انكشاف حوثي من حيث حقيقة الهوى والهوية لا يفوقه انكشافاً إلا انكشاف مدى الهاشاشة في عمق تكوين الأدرع الإيرانية الإرهابية وإذا كان حزب إيران في لبنان قد ظهر بمثل هكذا هاشاشة خصوصاً عند مقارنته بصمود أبطال القسام فإن المؤكد أن الحوثيين أكثر هاشاشة وضعفة وأن الخلاص منهم أيسر وأسهل من الخلاص من حزب إيران بلبنان الذي يعتبرونه نموذج قوة لهم وتلك حقائق تطرح تساؤلات من قبيل لصالح من تم ويتم تسمين ميليشي الإرهاب الإيراني في اليمن وما الذي يؤخر الحسم الممكن يمنياً وعربياً معهم إذن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر